بعد تمكن النظام الإيراني من إخمادي زخم التظاهرات التي انطلقت عقب مقتل الشاب مساء ميني في شهر أيلولا من العام الماضي يعود الاحتقان للشارع مجدداً ولكن من بوابة الاقتصاد هذه المرة ويبدو أن الجمرة تحت الرماد لم يخمد صحيفة لوموندا الفرنسية أكدت أن النظام الإيراني يتعرض لموجة جديدة من الاحتجاجات وأن الغضب الشعبي بلغ ذروته في ظل الأوضاع الاقتصادية البائسة للمواطن الإيراني في وقت يتمتع أبناء السلطة بحياة الترف الصحيفة أكدت أن إيجارات المنازل ارتفعت بشكل جنوني وتخطط حاجز 350 دولاراً بينما لا يساوي مرتب المتقاعد في إيران أكثر من 170 دولاراً ناقلة أرقاماً رسمية عن طهران تظهر أن التضخم السنوي وصل إلى نحو 50% مؤكدة أن الأرقام الحقيقية أكبر من المعلن عنها لا يقف الأمر عند هذا الحد فقد انخفضت قيمة الريال الإيراني إلى أرقام قياسية جديدة منذ بضعة أيام لتصل إلى 600 ألف ريال مقابل الدولار الواحد أردة فعل النظام الإيراني لم تتغير إذ عز مسؤول النظام انهيار العملة المحلية وسوء الأوضاع المعيشية إلى مؤامرة خارجية بهدف دعم زخم التظاهرات في الشارع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اعتبر أن من سماهم بالأعداء بدأوا تكتيكاً جديداً بعد فشلهم بالتوصل إلى أي نتائج في أعمال الشغب السابقة على حد تعبيره في إشارة منه للإحتجاجات التي انطلقت عقب مقتل مهس أميني وهي تصريحات يرى مراقبنا أنها لا تخلو من التهديد لكل من تسول له نفسه أن يقول لا في دولة الملالي ترجمة نانسي قنقر